أفاد مصدر عسكري في قيادة الفرق السابع بمحافظة الأنبار بأن أربعة عناصر من تنظيم داعش قتلوا بقصف لطيران التحالف في جزيرة هيت غربي الرمادي وقال المصدر أن طيران التحالف الدولي تمكن من قصف عجلة تابعة لتنظيم داعش تحمل رشاش ثقيل في منطقة يحي البكر التابعة لجزيرة هيت شمال مدينة هيت وأضاف المصدر أن القصف أسفر عن تدمير العجلة وقتل أربعة عناصر من داعش فيها وتمكن طيران التحالف الدولي من قتل عدد من أرهابي داعش وأحباط هجوم استهدف أبراج حماية ستحديثة في محافظة الأنبار وأوضحت خلية الإعلام الحربي في بيان لها أن طيران التحالف الدولي أحبط هجوما لعناصر تنظيم داعش الإرهابي على محيط أبراج حماية ستحديثة في محافظة الأنبار بناء على معلومات جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وأضافت أنه تم توجيه ضربتين جويتين من قبل طيران التحالف الدولي للعناصر التي كانت تنوي الهجوم على الأبراج أدت إلى تدمير عدد من العجلات التي تحمل أحاديات وتدمير مخبأ للمنفعية الميدانية وقتل عدد كبير من إرهابي داعش الإرهابي كذلك دمر طيران التحالف الدولي مواضع ومراكز قيادة تعود لعصابات داعش الإرهابية في مناطق متفرقة وذكرت خلية الإعلام الحربي في بيانا لها أن طيران التحالف نفذت سعة ضربات جوية في منطقة شمال غربي القيارة أسفرت عن تدمير ملدوزر ستة خطوط إمداد فيما نفذ طيران ضربتين جويتين في منطقة السفينة أسفرت عن تدمير موضعين قيادة وأضاف أنه تم تنفيذ أربعة عشر ضربة جوية في منطقة ناصر أسفرت عن قتل أربعة إرهابيين وتدمير ثلاثة قنابر هاون وعجلة وموقع قناص وأربعة منصات صواريخ وموقعي تجمع معاد وخط إمداد وضربات جوية في منطقة قرية بطمة أسفرت عن تدمير هاون وصاروخ ومنصة صواريخ وتابع أن طيران نفذ ستة ضربات جوية في منطقة سكينا أسفرت عن تدمير تركتر شاحنة رفع وموقع قتالي فيما وجه ضربة جوية في منطقة القائم أسفرت عن قتل إثنى عشر إرهابي وتدمير بناية كما تم توجيه ضربة جوية من قبل طيران التحالف مستهدفة زوارق داعش الإرهابية في نهر دجلة مما أدى إلى تدمير خمسة وعشرين زورقا مقابل قرية المكوك الحود ترجمة نانسي قنقر